هذا ويعتبر برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أحد المبادرات البارزة والهامة للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقد شكلت دفعات البرنامج منذ انطلاقه كوكبة من أبناء الوطن الذين يساهمون في خدمة مملكة البحرين بروح الفريق الواحد فريق البحرين مبادرة بارزة وحجر أساس لارتقاء بالكوادر الحكومية في مملكة البحرين دفعات مضت في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية تبوأ فيها المتدبون العديد من المناصب الحكومية ودفعات مقبلة هدفها الأسمى العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين في ميادين العمل الحكومي كافة يأتي هذا البرنامج تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين حيث صمم الانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وتدريبهم على مستوى عال بما يخدم عملهم الأساسي في جهات عملهم الحكومية الأصلية رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنمية الكوادر الحكومية تهدف إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنيا من خلال إخضائهم لبرامج تدريبية مكثفة حول طرق البحث والتحليل والقيادة بالإضافة لتمكين المنتدبين من التعرف عن قرب على ألية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدل من المسؤولين وصناع القرار في المكتب وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص بمتابعة منتسبي البرنامج بعد تخرجهم منوها سموه بجهود القائمين على البرنامج ودورهم في خلق فرص التطوير أمام منتسبيه بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المنشودة والطموح المستقبلي يكمن في حث سموه الكوادر الوطنية على أن يكون الإنجاز عنوان عملها والتميز هدفها والتنافسية والعدالة والاستدامة هي المبادئ التي يستند إليها فالوطن لا ينهض إلا بأيدي أبنائه وبناته في كافة القطاعات ونحن نعيش في عالم لا مكان فيه لغير التميز والإبداع